موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غالبا ما يقولون الشعراء الجميلين شعرا ينبثقون من الدواوين السبب وين السبب انه الديوان يقولون مجالس والمجالس مدارس فتلقى بالديوان تلقى ناس تتحدث بالسياسة وناس تتحدث بالأدب وناس تتحدث بالثقافة اضافة الى انه هذا حال للمجتمعات العربية انه من الممكن تحدث مشكلة فتلقى الديوان يحلها بطريقة سلمية وبطريقة جميلة هاي الدواوين العابرة تعالوا الديوان الشيخ شون يكون ديوان الشيخ بعادات وتقاليد من الممكن تفرق عن باقي الدواوين السبب وين السبب لانه هذا القطب اللي تلتم عليه قبيلته وناسه واللي حبوه من جيرانه فتلقى دائما والصبح يدقونك هوا اصحنا ما اننا علاقة باليوم اكون نس كافية احنا نسهلف على الجو العام يدقونك هوا يعني من باب الاحترام للناس المساير الضيوف يدقونك هوا دليل على انه يا بيت ارى احتراما احنا جاينا نسوي لكم قهوة جديدة تفهموني شنون فشاعرنا لهذا اليوم انبثق من هذا المكان هاي من الناحية الاجتماعية اما من الناحية الشعرية هو مو كلام يقال لا افعال الشعراء اللي تلقاهم متميزين بين الشعراء هم تلقاهم يقرون ويطالعون وإلهم وجهة نظر وإلهم رأي إلهم رأي حتى لو كان الناس اللي يسمعون هذا الرأي قليلين بس هم معدهم رأي وإلهم ممكن الشي اللي يسمعون يصدقون به أيضا إلهم رأي بهذا الكلام من الممكن مقنع أو هذا الكلام غير مقنع تعالوا يا ني خلنا نتعرف على شاعرنا اللي وصفنا بهذه الأوصاف وانتو حكموا بنهاية الحلقة الشاعر الحبيب عزيز عسكر حللت أهلا ونزلت سهلا شكرا جزيلا اول شي أنا أحب أقول لك شلونة بخير عصاك بخير أشتاق لك بخير تشتاق لك العافية وشكرا جزيلا على هذا الاستقبال الجميل وشكرا لكادرنا الجميل اللي راح يتعبوا إيانا وأنا جدا آسف أنه يعني راح أتعبكم اليوم شوية حالة الصحية تعبانا بسبب فلاوانز لأنه بالعراق هذه المعدر شي يسمونها وخاف أقرب بورقة وخاف أنسة وخاف كذا فأتمنى منكم ساعة الصدر عزيز عزكر تحب نقدمك الشاعر عزيز عزكر ولا الشاعر المغترب عزيز عزكر لا شاعر عزيز عزكر لأن الحالي أنا بالعراق وقاعد بين الناسي وبالعلي إن شاء الله حتى وإنت ما موجود في العراق فإنت بقلوبنا يا حبيب قلبي يا أبو الأكثر يا قلبي شكرا جزيلا سيد الوالد كيف هناك؟ والله خير يخصك بالسلام هذا الإنسان الرائع جبتك يخصك بالسلام والله سلام عليك واجهة إن شاء الله يشوف الحلقة وصوفه أبو ثامر محترم قال لقصائد حلوة قال لقصائد أنت مثل عثوق البلحي يا حبيب قلبي الله يعزك إضافة لك الغربة والله أقرب كتاب الفنان تشكيلي اسمه كريم سعدون يقول الغربة محاولة القطع الجذوة والغربة لا تحتفي في هلمك كإنسان حالم لكن الإضافات أن تكسر هذا الحواجز عندك الكره الضغينة متابعة الآخرين تهتم بنفسك كإنسان تطور من نفسك تكون إنسان آلني تكون إنسان بمعنى الكلمة ويصنعونك الأوروب صراحة يستوعبون تلك الحالاتك النفسية يدرسون عليك يدونك من المجتمع يبعدك عن هذا المجتمع بأعتبار أنت بعيد عن أهلك وناسك راح تصير عندك الاشتياق والحنين لا لا وانت طالع من المعلوف ورايح العالم أكبر منك فصير صدمة حضارية عندك ما خلت منك؟ خلت مني أمشي بشوارع بغداد اسمه عنده لا أنا ما يعني لو باقي بالعراق ممكن أن دل كل شوارع بعضا حاليا نسأل بالشارع وين المقهل فلاني وين الشارع فلاني يعني هذه الأشياء أخذت مني يعني أنه أصدقائي والناس اللي ربيت وياهم والذكريات وياهم وبذاك الظرف والوقت اللي طلعت به كان مزعج نوعا ما الشعراء غالبا ما يتصفون بالإنسانية نعم هذا إدعاء له حقيقة 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 أخر مرة تفاعلت إنسانيتك وبشيت تفاعلت قضيتي مع القضية الفلسطينية بشيت بشيت لأن الموضوع شنو يعني كوفت الموقف شان ببالك شفت صورة مثلا أطفال تقتل علي يعني قلت المفروض يعني بهذا الوقت أن الله سبحانه وتعالى يجب أن نتدخل لأن الموضوع موطبيعي أطفال تقتل على شنو صح صارت هجمة من المقاومين وكذا وهذا حقهم كوطني دافعنا عن وطنهم عن أشياءهم عن مبادهم عن عرافهم تاريخهم الكبير لكن الهجمة اللي صارت موطبيعية والدول اللي سانت بليه لا وهما ذولا لأدعياء الإنسانية لا هيها معققات ايه طبعا محقق لا أدعياء الإنسانية أنه ما يواجه ما يضرب الأعزل أعزل أطفال ايه هو الأعزل ما يضرب فكيف الطفل كيف الطفل ولا هيك عن هذا المساندين إذا هي حرب عسكرية إيه لأغا بالعسكر ميدان هذا ايه ميدان والبيزود يخلي بسنع حرس بس هذا رغم إمكانياتهم القليلة يعني بس هو بينه وبينك يعني أنا وجهة نظري يمكن هذه بداية النهاية شايف الجملة بداية النهاية والله العظيم أنت ما محلفني أنا خذيت إجازة أنا من نوع ما أدري لو أنا حالم لو عندي أشياء يعني مراتي أفكر بيها وقول ممكن تكون والله العظيم هجزت أكون نهاية راح أصير خلن نور والحلم صارت هذه النهاية فأنا بيها وما صارت راجع هذه نهاية للعالم يعني بعد ما ما أشوف أنه يعني رغم أنه هذا الهالة والتطور ويسولفون بالحلم لا أنا أقصد بداية نهاية العدو إن شاء الله يا رب العالمين أنه ممكن شوفوا هذا التعاطف والروح الموجودة العراقيين بيهم شغلة حلوة ما يوقفون على التل تلقاهم أنت موقف أنا من الساحة سؤالة في السالفة وهنا الأحاديث كثيرة يعني صراحة شوف مقاطع فيديو فلان قبيلة فلان مجموعة فلان تجمع يعني يتوعدون أنه يابدان فتح الطريق نروح نقاتل فلان يرحون طبعا العراقين يرحون طبعا لأنه لهم تجارب تاريخ يسجل لا لهم تجارب يعني صارت قبل ووقفوا وثبتوا أنت بما أنه هسن تشاعر يا أبو الأكب مباشر حتى ما عليك الموقف أنه أنت تروج للساك تروج لماذرون حسنا ما ردي نقول قدام الكاميرا لا لا مو قدام ناس ناس أتي هذي كعراقين نعم استاذي مو هي بين وبينك نحن ناس عدنا احترام للشخص المقابل على أزاء نقاط معينة من ضمن النقاط المعينة الشجاعة والكرم أكو شوفوا التاريخ العربي أزيد الناس من ضمن النقاط أنا جاي يقول من ضمن الناس اللي محاطهم بمكان القدسية والاحترام تلقاهم شجعان وكرماء فكل واحد اليوم يقول أمير المؤمنين يقول فلاثة لا يتعلمها الإنسان تولد معه من ضمن الصغر الشعر والشجاعة والكرم العراقيين نخلقوا ونولدوا شجعان ولا يزالوا وراهقوا آمين يا رب العالمين آمين ناخد قصيدة عن الوطن حاليا بعد شوية بعد شوية بعد شوية نحن نريدك تدخل بالجو لازم أدخل بالجو لان صار لفترة شوية شفت العراق من رحة من ناحية العمران البناء الناس الناس متغيرة يعني لغم هنا حتى الوقت اللي شنت بهم العراقين 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 اللي حابتين الماء متغيرة لكن تطور الحمد لله أنت تغيرت هذا أنا بعد إنسان جوازل كل غريب يريد به يسافر وروح وهذا أنا شمسه في آي للماثول فتروح الله لا عليك حساب علمي لديك علاقة بالعزف يعني أنا هاوي جيد ماذا علاقة الشعر بالموسيقى أنا داخل يوم عندي مدرستون بداية تدرسها من عزف في رأي يعني يسمون ليس عن نوتا فدرست نوتا بداية أدرس بها فقال عزيز هذا الشعر وهذا الموسيقى اللغة تخلص الموسيقى لا تخلص وخلق إنسان جديد وخلق أشكال جديدة ونهيك عن الأشكال هي موسيقى وروح إلها جديدة تتمنى قال عليك الموسيقى عزيز عزكر له الشاعر عزيز عزكر لا الشاعر عزيز عزكر أقرب 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 دائما أقول أن الموسيقى هذا جانب أنه أستمتبئ بينه تمنيت أن أتطور به بس بحكم عملية منه أقدم الشعر له الموسيقى هذا الشعر أقدم منه الموسيقى أقدم 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 بحواي ها بحواي هاي يعتبر أنه الكلام أقدم صح هاي أنا أنا لا أريد أن أسولف عن القصيدة التي تكتبها تمام أريد أن تقرأ وأنه بعدين نسولف تمام أقرأ تمام غرد غرد حاضر ممكن أن أتكلم عن هذه القصيدة أي من حقك يعني مرأت بضرب صعب هناك يعني عندي صارت مشكلة وكذا فأنا والله العظيم بحياتي أنا كثير عاطفي من تروح الأوربو وتتغير هاي عندك أشياء قبل نكتب القصايد ومفروض الشعر يكون فارس ومعرف إيش فأكتبها وتنزل دموع وبنص ساعة هاي كثير الموقف مارد ذكرا أنا شوية موضع الله أنا بهذا العمر تايا نبو دين أسوال أذب روحي حزن منكم وجم من الغربة كلها تاب والقلب شفاي فيكم وعلى الدنيا ورد أهساس أحبكم وأنتم عيوني أمل مني ولا ملكم هلي الله وناسي ومواويلي وشعر شعبي ورصاص أحمر رسم دمكم قصائد والعمر كلمة وحبيبة وكيف والبيئة عبنكم ما شلت القمر وياي وما غنية للستشال بعيدة وياي بدي تكره منايركم ولا أحبكم غريبة بعين ساميكم وعمر الراح مذبوح بجناسيكم صدف تتلاقى بالصدفة نهر شار دم نجرو فأمر ما يند الأحباب الله 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 وظلان السهر والخور والياويل ولعد يا بابا ما تشوفوا أقول اليوم أزاعلكم وشكو الخارقة وأحرق شكو بروح وأحرق كل رسائب أنا كرهكم وأحب تراب رجليكم أوه وبوس الناس كل الناس أحس الناس تشبهكم من الجاب لع ممارك وكل فراش الليل صوقي يعبر الثورة ويلم كل الفرح و وزع للفطرة ويرد العودة في نايم سهر هيلة ملاعيفة بكون أخفى بجدعي وشاقيك وقلكم غربة تشغل وبتيكم لا تنسون أنا شعركم أنا اللي يندني بنات الليل أنا اللي يندني بيوت الله وأنا اللي يسكر ولي يصلى ويحب كل الخلق وبس اسم الله بعيوني شكثر دخان بصوركم شكثر غربة بسوالك شذابين ما بيكم ولعتكم ما شفت القصب من ورث بطوله ولا شفت العطش من شب جسر على الماي أطفال أطفال شكثر حلوين ماتوا وشذر فوق الماي ماتوا بالحلم وياي ما كسروا خواطركم أنا مجبورة صارحك كواغد ولمعاتة بريح شالوا قلامكم والليل شالوا يا كواغد أنا مجبورة صارحكم وقل للناس أنا أشعرك وقل للناس أنا أشعرك الله عليك الله عليك شلون الحركة الشعرية وأنت بالنمسة شون تشوف الحركة الشعرية حاليا بالعراق أي ما قاعد أتابع المنتديات وكذا بس أتابع البرامج والأسماء التي نعرفها مثل علي مثل رائد ابو افتيان مثل برنامج آخر هم مرات أشوفهم ينصروا عندي وقف بسؤل الله حلو كل شي رائع جيد أكوفت خطوة نحو الأمام؟ أو حتى الشباب اللي جاية تكتمها إن شاء الله كتابة جميلة ويعني قاعد تتأثر بأشياء اللي تصير وتواكب ناسها والمشاكل أشقد راح يسمعونك؟ أشقد راح أكو ناس منتظر هاي الحلقة؟ بالله هواي إن شاء الله ها؟ هواي من عشرة يعني أشقد؟ من عشرة سبعة سبعة من عشرة؟ سبعة من عشرة جيد لغة القصيدة لها علاقة بوصول القصيدة؟ أحياناً ومرات تشوف يعني مثل أكو شخص يكتب بالقصيدة هس هذا القصيدة قرناها قصيدة وسيطة سلسة يعني نشوفها يعني ما بها يعني شيء من تراكيب وعقد واضحة واضحة فتوصل للنساء هذه وصلت للناس أكثر من أكو قصايدة يعني كاتبة شنة بالعراق لأن المزاج تحسها جداً مهمة ايه والمزاج اللي كتبت بيه بال2007 أو بال2008 ومثل المزاج اللي عايشه أنا بالنمسا فرق شبير يعني طبعاً ها يعني علاقة ايه فاللغة يعني مرات أكل لغة يعني تكون ضخمة وما يستوعبها المتلقي ما توصل للقصيدة رغم أنه هي مهمة ويعرفها الوساط وأنه يقول لك هذا مهم القصيدة لكن أنا أشوف أن القصيدة شنو عرجنا بالبداية بالمقدمة على موضوع الديوان وكذا وهذا التفاصيل شنو تأثيره بحياتك ويعني أنا ما أردى مييز إنسان عن إنسان بس لا لا هو ما أقول تمييز بس عن التأثير الشخصي يعني تأثير أنه أنه الإنسان البداع عنده شوي اختلاف يكون يعني يعني التربية اللي متربيها وهذا الجو وهذا الديوان العيب اللي قاعدة يعني أنا جيت أول جاية فعندي يوسف أخوي صغير خليته وطلعي فهذا الدقمة ما هساتها بالديوان فقال لي عزيز سب الدقمة قلت العيب قال لي عيب طبعا أنا أكبر منها مطالع وشايف وكذا فهذا التفاصيل اللي يركزون عليها لا هذه مو صحيحة هاي الدواوين هذه الدواوين تخلب منك شنو خلقت بن عزيز عزكر هذا الانسان اللي قاعد يمك يحب الناس يحترم الناس يساعد الأصغر منها يحترم الكبير يعرف منين يبدي وين ينهي الكلام حال الله أنت شاعر رسالي؟ أعتبر نفسي شن رسالتك؟ المحب والسلام أنه أتمنى السلامة من كل هذا العالم ونعيش بحب وعمل برأيك تتحقق؟ لا تسوق بس أطمح إن شاء الله كل شيء يطمحون العالم كل قصائد نهل الجيش تسولف عن الإنسان تسولف عن مبني تسولف عن الحين ويا رأيت إن شاء الله مو شيء بعيد هو الناس اللي كانوا يسمعون عزيز عزكر ويتابعونه برأيك هذا الانقطاع من الغربة أثر لو ظلّوا؟ لا ظلوا وتابعونه أصدقائي هذا الجيل الجديد أكوناس جدد؟ أكوناس جدد؟ أكوناس جدد؟ ما كانت ألاقتك بهم؟ أبعاً، هنا تعرفت عليهم من الجيل ولكن أنا تواصل دائماً لأن أبو الأكبر كيف أتعامل للناس؟ والله العظيم هو الحقيقة وليس أريد أن أتكلم أنه أنا وكذا عبدو بالله مكلمته أنا تواصل إياهم على أنهم مو أصدقائي لأنهم من طلعت لغربة وجزله بالعلاق أنا أشغل به أمور بلس مرات هناك تصير عندي فرار وهذا الحنين للناس فتواصلوا إياهم واسمع حمومهم هو يتخلّك أنت لكونك شاعر يحسك أنه أنت تحس به فأسؤلفوا إياهم محتويهم يعني يا أبا ما تسوى هذه هذا القصيدة حلوة خليك يتسلم على الناس عب الناس وبين يجاضي أفهم الله أفهم الله أفهم الله أفهم الله أفهم الله أفهم الله شنو اللي يتغير بقناعات عزيز؟ والله من طلعت علي قبل يعني هذا اللي بالبداية شايفها أنه هذا لا هذا صح هذا خطأ ومرات أنت ما تعرف تفكر يعني تفكر أنه الطريقة أنه لا هذا التفكير الجمعي غلط وأنا تفكيري صحيح وبما أنه أنا قارئ بعدين من طلعت أنه شفت الوضع أنه أنت لازم تتقبل كل الناس تتقبل آلهم باستثناعك وعشياء يعني مثل يعني أنا ما أقدر أقول علي أن أنت غير إنسان غير جيد هذا مو من حقي لكن ممكن أن تفت قصيدة أو ممكن كذا هذا جدا طبيعي نشوفها طبيعي لو هي بين وبينك يقولون يقولون الحقيقة غير مطلقة لا لا غير مطلقة ولازم تتقبل الناس بكل أشكال لأنه الناس وجهات نظر طبعا وعادات وأشياء من الممكن أنت تؤمن به والمقابل ما يمن به جدا طبيعي جدا طبيعي هذا التأثير اللي تقول كان على رأيك شنو اللي صار التأثير على قصيدتك يعني خبرني ولد قرار لي قصيدة وهو صغير بالعمر وقال حبيبتي إجت من الغيم يسولفه يسولفه قلت له أنا ذني كنت تكتبه من قبل يعني ما عرف كنا نسولف عن شخص غائب يمكن ما حبينا أو يمكن الظروف المرينة بيها والحرب والعراق اللي مر بيه فكان يعني جينا أوذيك الحق أوذيك المرحلة كانت مزعجة نوعا ما لكن الآن يعني أنت تقدير تتواصل يا حبيبتي رغم أنه أكه تحفظ وأكه كذا وأكه أمور أنه ما نقبل بيها والشعب العراق ما يقبل بيها وكلنا ناس من منعوائل وناس محترمة لكن هذه المبالغة ليش؟ تكلموا إياها بصورة طبيعية أنه أنا أحب ديك مشتاق ليش هذا الضخامة هذا اللي غيرت هناك الغربة أنه تكون إنسان واقعي أنه أنا مرات علي يعني فاجأوني الأوروبي تقول له مثلا أنا أحبك طبعا هذا بس للمرأة للرجل ممنوع فتقول لك أنت مو تحبني أنت معجب بيه الحب هذا يحتاج لزمن طويل سنوات يحتاجه أو تقول لك أنا أعرفك يقول لك لا يحتاج لك فترة من الزمن أنت تهرفي لأن أنا يوميا مزاجي ما يصير أنا أتصل على علي والله علي أول ما شفتك بالحلقة عرفتك أنه أنت مو صحي هذا لازم لازم تعيشه إياه يعني أنا مرات أقيد النمساوين يقولون اليوم مش ليش تهتاقي يعني اليوم السيء ما نخلق أنت راح تأخذ علينا طبعا أنه هذا البارح يضحك اليوم ليش ما يضحك؟ إذن مو فوش إنسان الغلط هذا ناخذ فاصل؟ نعم فاصل مشاهدين الأكارم فاصل ونعود إليكم مشاهدين الأكارم عندنا وياكم بالبارت الثاني مع الشاعر عزيز عزكر حبيب أطول كيف كان البارت الأول؟ جيد بس أنا شوية يعني ذكرت أنه متوتر وكذا فسانت منه يعني لا لها بالعكس أنت هذا أول لقاء يولا أنا شوية هذا في الأن زي ما وثتني أول لقاء هكذا يعني أول لقاء أول لقاء بكل مسيرتك الشاعرية ايه تحس نفسك مظلوم؟ كشاعر؟ لا الشاعر كيف يظلم شاعر؟ لا لا أقصد بالبرامج بالبرامج لا لا أنا أنا طلعت من زمان يعني وتوني ورجعت الحمد لله لأنه اليوم مع أبو الأكبر وممكن برامج أخرى عبد ما معلوم طموحك الشاعري؟ والله ما أشوف إلى نهاية يعني أقول أنه الإنسان دائما ماطاع وأكوه إيش مقولة يقول على الإنسان أن يموت يعني فارغ أن يقدم كل ما يملك للإنسان فأتمنى أقدم كل ما أملك لحد آخر لحظة أن أكتب شعر ووصل بكل العالم باللهجة العراقية تحديدا اللطيف أقرب لحظة بشعر الشعب العراقي؟ بشعر الشعب العراقي شنو يعني لك العراق؟ أفصاء بعضا ما عرف شون يجاوب عنه بس شايف مرات في تتخلص لك من حبيب أنت تحبه برغم أن الأخطاء اللي جاي يسويها وياك وكذا أو أنت ما فاهمه وهو ما فاهمك بس ما فاهمك ما عرف عراق ما عرف بشعرت عليها؟ كوي وانا كوي كتبت عليها؟ كتبت هواي عتب يعني كتبت حب كتبت عنه هواي شرعك اسمع؟ قصيدة كتبت بفترة يعني أشت حالة أو صارت حالة معينة بالدولة من الدول يعني دائما أنا قلت لك أنه أسولف باللهجة هذه اللي هي أقرب لهجة الروحية نوصل بها كل أعاسيس فان كتبت هذا القصيدة هي تسولف عن المظلومي اللي جاي مر بيها الإنسان وتسلط يعني الآخر والتهميش اللي جاي يصير والسلب حقوق الناس ألها علاقة باللي جاي يصير حاليا؟ مليار مني باعتبار أنه أكو ظلم واضطهاد طبع ولا ناصر ولا معين هي هذا يا أخي للأمانة الموقف صعب ومرات تحسي يا أخي أنا أقدر أسوي شيء بس ما بالهد حي له هي هذا يعني الموضوع مو يمي حتى أقدر مو يمي يعني لو ينطوني يعني مثل لو عندي هذه الإمكانيات وأنه أقدر أوصل وغير وأسوي بس ما تقدر ما أقدر ما أقدر ما أقدر ما أسمع نسمع القصيدة أنا راح أقراها بورقة يعني معها مو مشكلة تقول أش أخبط وألعب بأمري وأرسم وحشتك والباب وأرسم وأرسم والقمر شو غاب بعيد البوب وشفوفة عليها ثياب بي هذا بعيد البوب وشفوفة عليها ثياب بي هذا يا هذا أنت يا وجهك يا غريب الناس أشخبط أشخبط وأرسم الدنيا جديدة تريد تحكاتك أغانيك نهر دمك تريد اسمك وطن وطن من كل قلب متعوب باسم أمك أشخبط والعيون وطيور كل صفقة جنحت النور وكل باب وكل باب وبوجه وكل باب وبوجه عاشور روحي ومو بعد روحي شكثر بالوطن هذا روحي ومو بعد روحي شكثر بالوطن هذا قبور وين أنت بعد كم يوم ونسافر بعد كم يوم ونسافر بعد كم يوم تلقسم ماءنا وصوتك على الحيطان تلقان غرب ويام ويام ممدودة بحج النهران مقتشر رسائل خوف وعتاب وهضم وشفوف ما لاحظت خصان التين والبستان وين احنا بعيدين ونستنا الناس الله وين احنا بعيدين ونستنا الناس وحتى عيوننا وقلب الزغار لكان يحضننا بزعل سكران قامي خاف قامي خاف يا مولاي خيل حجم الخوف قامي خاف يا مولاي كل شي خاف الجوامع والرتب والجيش والمظلوم والسجان غريبين ونحبك من قلب الإنسان أشخبط والعب أشخبط أشخبط والعمر يجرب مواعيدة ابتعب لي لأشحلات العمر تشنة ساعة اشحلات الله حظل منها بسمة بشفة الحرمان حلو طيب ستر للناس مو سلطان مو ظالم ولا قل لك تعذب الناس وما قل لك ورد لوياس انت اختار مر اختار قول انا عراق شبيك يومي ببساطي للغروب تنداس يا بذات يل ما غزر بعينك وطن الراح حرامات وزعنة شبير حيف تبيع نتذباح أمك واختك وربعك ولك دولة ولك جاعة ولك والله ولا ترتاح يا بذات يا بذات يا بذات تندنن هلاه الوين ويعرفنا القضاها صياحة يا بذات تندنن هلاه الوين ويعرفنا القضاها صياحة عود نموت وانت تعيش وتناموا برغد والليل يتعداك خوف ومنصوا دور نزاح ثورة ومو سهل تنزاح خلينا قلاي تشعر للحلوات خلينا حبايبنا عشق الدنيا ونتش عمارنا بوجهك سفر قداح شيل سلاحك وحزبك هلك هلك شارة هلك نوماس ما يردون مثلك بالوطن شاي اللي بشفة سلاحه هلك فلاح لا تنسى الشعب لو جاع يسقط كل حزب بسلاحه وانتانيك وندور عليك سنين انت تجاي من هاي الشمس يا حسين انت اخر حلم يا حسين لو بعدك يجينا الماين ابو قلب الحنين الماين وطن انت يا هذا تجاي وانتانيك يا مولاي الله عليك الله عليك الله عليك يا حبيب القلب حيثما يكون المظلوم فهذا وطني نعم نعم شكرا انا اللي اشكرك شكرا والله شكرا انا اللي اشكرك يا حبيب القلب الشعر ادات لتحقيق الغايات لو الشعر بحد ذات غاية يعني كل شخص ياخده او كل شخص ياخده اللي غاية من وجهة نظر من وجهة نظر لا انا ما عندي بي اي غاية مجرد هو غاية هو غاية اخ 뭐 pourquoi تكتبه لاني شاعر ولازم يكتب شاعر وهذا من واجبي وغاية رسالتي اللي اشوف اني من خلالها تواصل مع كل العالم عمه قدمت سوق.. ينات تنازلت عن مبادئك في لحظة من اللحظات كشاعر كنت مراوغة نوعا مايا ما تنازلت بس الحياة علمت كيف تراوغ بس ما اتنازلت أبداً والله كل هذه الأيام المراوغة مطلوبة أو الصراحة مطلوبة؟ أحياناً إن الصراحة مطلوبة لكن أحياناً لازم تراوغ لازم تجبر يعني حتى بالقصيدة أنت مرات علي يريد يتكلم عن موضوع معين ما يقدر يسولف عن لي في هذه المباشرة لازم يرمز لازم يدخل التورية بالموضوع لازم يراوغ الحياة علمت منك الحروب علمت منك زين أقرب ناسك منه؟ يعني شخص معين أو الفئة والله كل الناس يعني ها يعني ما أكد تحديد معين زين أصدقائك ناسك تختارهم لو تختارهم الظروف؟ هو المفروض الصديقي يعني يكون اختيار لأن هذه التمرات يكون الآب والأم ينفرض عليك لكن صديقي تختارهم ومرة الظروف تفرضهم يطلع إنسان جيد وتختاره صديقي يعني الاحتمالين جائزات وصحيحات من وجهك نظرين بديت جيتك للإعراق سأولك استضافات ايه ما شوفت جو التلقي للقصيدة؟ والله عادت لي الروح وكانت الناس متفاعلة يعني وجيل جديد ما شايفة علي صراحة أنا قبل أستو أبو الأكبار علي المنصوري وفلان فلان 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 فاتفاجأت لقيت جيل جديد يعني ويسمع وحافظ ويردد وراك القصيدة ويقولت الحمد لله يعني الشعر موجود والناس موجودة شي حد واحد ام هو بينه بينك بصراحة أنه البلد شاعر يعني تعرف أنت حجم الشعراء يعني اليوم ونتقلب بالسوشال ميديا تتعدى لك إذا مو بين منشور ومنشور إذا منشورين الثالث شعر ممكن أصرح تصريح على المخلال بردان مراحتك؟ والله العظيم أكثر الشعوب اللي هي عندها يعني شعوب الحية هو الشعر العراقي بالوحيد بكل هذا العالم صدق الله والله العظيم لأننا تعاملت ويا كل البلدان حكم عملي العراقي شي غريب بعد هذا يسمع شعر يسمع العون إنسان يحب الحياة ويتفاعل أنت غريب من جمهورك أو بعيد كل شي غريب كل شي غريب من الممكن يسمع قصيدتك؟ كل الناس كل الناس ما تسمع قصيدتك؟ ما أشوفهم مشكلة أنا دعا ما أسمعهم مشكلة زين شنو تعليقك عليكم القصيدة عزيز ما أفهمها؟ شوف أنا ما أرد أدخل في هذا التفاصيل وأنه لازم هو يوصل لمستوى قصيدتي وكذا لا أنا كتبتها بجو معين أوردت أكتبها بهذه الطريقة فإذا ما أعجبت القصيدة وقال أنا ما أفهمها عندي قصائد مفهومة وعند قصائد بسيطة ممكن يأخذ من هذا الجانب ويمكن يرفض هذا الجانب إن الأمان أحلى الجواب حلو حلو أكو تغيير واضي بالرأي بالرأي تغيير واضي أنا علي شوف يعني خلينا شوي نطلعنا أنا أحبك بالله الكريم وأكو ناس من تقدوا إياها تشعر بالأمان والله يسلمك والله وأكو شيء يقول ما يجي النفس المكان المال قبيك والأمان فأنا من الناس اللي أنت أحبهم وأرتاحوا إياهم فأستمتع بالكلام والحديث فالتغيير أنه يعني على تجاربه لا هو يشوف أنا أنا مع إيمان مطلق على أنه الفكر كأن حي ينمو ينمو جدا أنا فكري البارحة مو مثل فكري اليوم طبعا طبعا يعني نظرتي للشيء المقابل من الممكن أن أنظرها سيئة صار اليوم يمكن أن أنظرها يمكن أن أنظرها أسوء يمكن أن أنظرها أجمل أنشت مخطئ ممكن يعني ومو شرط الرأي أن يكون صحيحات يجوز بطينات المخطئات يجوز وبينه بينه يعني بينه الجميل وبينه السيئة فهو قلت لك يعني الفكر كان حينمو ونحن نؤمن بال يعني هذا الفكر الاستيعابي أنه تلمون تستوعب الآخرين أنا أنا واحد من العالم عندي وجهة نظر يعني الناس اللي قريبين على وجهات نظر اللي ممكن أسئل فيهم أي وجهة نظر عندي يعرفون أنا أقول عندي البيت اللي ما يفهم فلان الخلل بي يا مو بي هاي وجهة نظري أنا يحمني كيف أشعر أقول لي أنا ما وصلت للشغلة اللي الممكن يفهمها أنا لو قريبين شيء كان وصلت للشغلة اللي يفهمها اكو ناس يقول لك لا أنا مستوى ثقافتي عالي بسبب ظروفي أنا رجال أقرأ فبديهيا تكون كتابتي بطريقة ضخمة لغة عالية فأكيد مو أي واحد يفهمها يفهمها اللي عندها قدر بسيطة من المطالعة تفهمني شون هيا بالتالي آراء شوف هذا الرأي حلو وهذا الرأي حلو مرات أشوف هو أنت أشياء تتحسسها ليس كل شعر فهمها مرات أنا أسمع ولكن أسمع جملة لا أعرف كيف حالها في السرعة ولكن أنا أستشعرها أحس بها أحس أنه هناك شيء وراءها شعر ما كتبعت بطن وخلق بالموضوع شعر يعني خلاق الرجل والله خير الخالق فمرات تلقى مزاج أنه يكتب أنا أريد أصور هذه اللوحة أريد أبدع بيها أريد أخلي رمز هنا وعندي قصايد لا أنا أريد أتخاطب الجمهور بهذا اللغة البسيطة وأسأل فيه يا أمر تقول لأنه أحبك وأطلع من هذا الإطار أنه يقول لأنا لازم أكون يعني النصوص تكون عميقة شنو راح تختار إذا قناعاتك اختلفت مع قناعات الجمهور شب أمارات هو أكو جمهور وأكو قراء علي لا أنا أسأل في العام كل واحد يسمع قصيتك العام يعني ممكن نتناقش لأننا ليس بعيدين عن بعض بما أنه أنا شاعر وهو جمهور مفروض أنه نتواصل يعني ندعم العراق ومشو الحمد لله النقاة والجواوين ونقدم ممكن نتناقش شونا الخطأ بالموقع؟ ليش أنت لم تقبل هذه الفكرة؟ هل هي هذه الفكرة؟ يعني ممكن تغير رأيها أو ممكن يغير رأيها؟ أي بالضبط أنا مثل أطرح لي بيت اليوم وهذا البيت ممكن أ أسس يعني أنه من خلال هذا البيت يكون مفهوم جديد أنه تعال مثل سوى هذا الشغلة وأنا أكفل لك أنه ما راح يصير شيء شنو تعريف الوطن برأيك؟ علي هذا يعني ما عارف شلون ما عارف شلون هذا بس يعني من تتغرب وتعيش هذا الجو مو تحس تحس يعني أنه أنت مجرد أنه الوطن أمان أنت ماء حدود تصير كلك أنت الوطن والله العظيم ممكن يكون الوطن إنسان؟ ممكن أنا أقول قصيدة هسا إذا أقراها يعني أسأل فيها أنه هسا يمكن نقراها يعني نقراها؟ نقراها هيا هاي مفتنق بيه الدرب متروس كل دمع والوحد رديه طفيف بيه الشمس منطولي مثل أني دعلي تشوفك الله الله ودقيت باب الزمن دقيت باب الزمن بس منحني قبويت وانتهب وجه الوكي واحترق خلق وذبت بزقه ومت نلتقه وياكل يا رج أول من قتل خنف ترق أول خسارة العمر ما قتلكش حسيت والثانية من التقن صوت ويا صوتك دمع ترسم زوايا البيت وعن صورتك بالوطن قلب القيامة انكسر والخارطة تعدي قد ما بتشنع الصور خضرت فوق الصور بس ما صرت الله الله بعد انكسارك شكوا والمن واذا تبدي مو كل ضواك انطفى وعمرك ذبل يا تعب وان عبرت واحدة ما اقول ابل خارطة حطيت كل العلم والماء والجندي تدرى بحدودك كذب وعدل المطاف انتهى وكلك صرت ضدي حطيت كل العلم والماء والجندي تدرى بحدودك كذب وعدل المطاف انتهى وكلك صرت ضدي للنهر واعتذر من يلتفت تلتفت مشروع روح النهر ولم عمرك من الجمر لا يحترق واحترق نص وجهة والثاني ليلة مطر من يكتمل بالسهر للماي للماي يرسم جرف ويحط لبوسة قمر وانا وخيالي مشاو والطين حافظ شكو خطوة على بالي المشا قد ما صحت على المشاو دنيا على صوتي بشاو الله وينك 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 وذا مستحبيتك بروحك كبر وثيابك معلقة وقال اخنم من البشي والبي طف وينك 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 وذا مستحبي بيتك بروحك كبر وثيابك معلقة وقالقها من البشي والبي طف وين الشمع يشبه شفافك لأن من يتعب من العشق رأسا عليين تجي وخليك وانت طفل واثنين من الخجل ملبد وراي هوني ونام انت وانا اذا على الباب دقة واسب ديباني وهوني الله ساعة وخذاك الوقت لو عمر لا لا تختلف شا صرت مجنوني وشا فوق كل ذاكرة نشطب على الهرمان ونرسم أوطان شكثر ما بيها باب ولغة ولازم جواز ونسفر المهم بيها انسان الماضي ماضي وقضى مستقبلك حاضر يا قمة يا مستوى يا موت يا سجان انت العراق الوفي انتوى للأوطان شلتك هوية ومتك وتعذرت لشكفت بس ما عدرتك لين منك تجنز على بس ما عدرتك لين منك تجنز على الله الله هذا المخاطبة اللي قمت اخاطبه بهذا اللغة ان انت انسان انت صديقي انت حبيبي عتب بيني وبينك انه انا تغربت مو بسببك بندر بسببك ليش وهذه التساؤلات اللي تجيك من تعيش مرات انه ايام لوحدك بدون اصدقائك بدون عائلتك بدون ناسك فهذا الطريقة اللي قمت اخاطبه عندي وهي قصايد انه اتكلم بي مرات اخلى الاسم العراق مرات ابعد يعني الموضوع ناخد فاصل ناخد فاصل مشاهدين الاكارم فاصل وانا اعود اليكم مشاهدين الاكارم وصلنا اياكم للبارت الاخير من حلقة هذا اليوم مع الحبيب عزيز عزكر شخص بارك خير خير اقول لك سؤال بدون زحمة عليك ابو فراس الحمداني بالدولة الحمدانية صار والي لمصر من الامصار بريك ممكن الشاعر يكون سياسي ممكن اذا 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 قدهة ايه ها اذا يكون صادق وحقيق ويشعروا بناس لا بلاكس من الاشياء اللي معيبة على حسان بن ثابت انه كان مو فارس نو فارس احنا بزمن الحجاثة الان كل السيارات وكذا بس قبل يقولون انه انه ليس رجل من قال هذا ابي لا من ليس له فراسة بالرجال ليس بالرجل ايه فناقضها من هذا الباب يعني حسن ليس انه يمتط الخيل وكذا بالنتيجة ضروري الشاعر يكون فارس؟ ضروري 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 يكون فارس بكل المجالات هانا جميل ايه احنا سؤال في العانيهم الساعة قلنا انه اذا تحتم عليك الامر وصرت عساتر فانت فارس خلاص اه مو هي الظروف تتغير كان الفارس اللي على خيل احسن الفارس بالميادين بالميادين اللي عيش بيها باللي عيش بيها طبعا طبعا فارس ممكن بلقمة العيش اللي توفرها لعائلتك بالضبع صح؟ وجهة نظر يعني هو صحيح الجمهورية الفاضلة عن الفلاطون ما بيها شعراء نفاهم هو ها نفاهم مو تقدر تعيش تقدر تنازل عن القصيدة مقابل انه تعيش في هاي الجمهورية نح استحيل أنا اعيش مع الناس لا نحن محتاج أبدا مدينتا الى و انا عيش يعيلي انت يلمن فين؟ ويالغرباء ويلمساكين ويالفقراء دائما احب هذا الطبقة ما عرف ليش مرح تزالمي عزم بس عبهم ناخد قصيدة ناخد قصيدة ذكرتك وحدي وتشيت أنا وقلبي وظلام البيت هجيتك دمعة بعيون وحزن وصياح قيام البيت والشمس اللي عليه اسمك طفت بالكاس وامي وصورتك والليل يم قبرك شموع وناس رسائد كل شي على الشباك ما جابك وجاب الناس أنا الشباك وقلوا وجيه تلقان شبك الله اجيتك والسنين وياي وتراب والتعب والشير والعشرة وحنين اصباي اجيتك وادري بيك تخاف من موجه اجيت احتيلك جروحي وصدق روحي وقل لك هذا نبليا ادور وجهك بعمري ادورك بيه وبزغري بلك القى عثب مني قصيدة السولفك وارتاح وقل لك وشوفك وقل لك هذا نبلياك ويكبر بالوجوه ويزغر من الآقة ويعد السكت والبوب وتعده وياك كل شارع عليهم وكل صورة اليك بالبي اجيت وبيدي جايب لك وطن وطنوك جايب لك غروب وياك نصار فتخيلت النصارو انه لون يموت وكتبت هذا القصيدة هذه هم القصيدة هي هاي الواحدة شقدر رغم انه هي سلسة وبسيطة فكتبته والله بد مو يتنزل انا انا الشخص هذا احبه ما اعرف ليش دعنا اسميه بن امه يعني يستاهل النصارو يستاهل النصارو يستاهل النصارو الفرابي كتب كتاب العلاج بالموسيقى ممكن يكون الشعر علاج شي اكيد احنا كل العراقي ناسا كل العراقي مرغل بحالات فقيد واشتياق وحوب وكذا فدائما الشعر علاج للكائن العراقي وعلاج لكل انسان فهو مطلوب الشعر علاج انا شبه دع له دواء انا دواء انت مصدر الزعاج المن بس له الحبيبة مصدر الزعاج مصدر الزعاج مقصر ويا من مقصر ويا والدي يعني ارضى قدم له شي اكبر بس ما نقدر المكانيات مهدودة انا حضنته من جيد قلت لأنت قبل انت ابوي هسان ابوك بس هو هذا الوحيد اللي انقصر ياضى ان شاء الله ما قصره كل الناس انت مصدر سعادة المن اتمنى كونه لكل الناس بس للقريبين من مندي انت مصدر سعادة الحمدلله طاقة انا دعما من اللي يضوج منك ممكن انا اضوجهم يعني بكو التصرفات شو انا مشاكسة يعني حتى بشخصيتي يعني بتعاملوا مع الناس مريح واضحك وكذا فمرات ينزعجون يقولك ليش مو انا هيتش ليش هذا شنو يعني شنو سر ساعاته من اللي يضوج منك شاعر ما اعرف سبب قلق المن للانسان المحقق يعني ما اكون انسان محقق يعني حطيت نفسك انه انت حقيقي واي واحد يضج منك محقق لا لا والله موش لا لا خطاز بالتعبير لا لا والله لا 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 خطاز بالتعبير هو الانسان بطبيعة انه يكون حقيقي يعني طبيعي مثلا اقولك براسا يضحاك يعني طبيعي الانسان بس براد دور القلقين اقولكم من عندي ما اعرف ليش ممكنك تشوفهم يعني اكتشوفهم طرد يرفالك واغلت قلق بالبداية عن ماذا تبحث ابحث على الانسان عن الانسان مع سعادة هي سعادة مصدرها الانسان انت مصدره انا مصدره انا مصدره ما يجي مثل العاقو اطلع ربا نعم اطلع ربا مستعيل عزيز عزكر شاعر انت ابن المدينة او ابن البادية نعم ابن المدينة ابن المدينة اكو عندك مفردات مع البادية نعم موجود عند الله ابدأ استخدموها جيد فادرتك بقصيدتك اكو مفردات استخدمها مرات مرات اكو اشياء ابتعد عنها لان العالم ما تفهمها لا نفهمها اتمنى ان نخليها بس اشوف ان احنا نوار احنا النوار ما نستخدمها بدو عقول وكذا مرات نوار ايه بس انا ما استخدمها هي حلوة هو لون هو الاصفر يصير النابرين بس هي النوار نوار حتى حلوة حتى مفردة مفردة حلوة اه يعني هو مثل ترطيع يعني مثل شراب هكا شراب هكا شراب هكا شراب هكا هم نبات بري ها ما شهر واقول لك الوجل مدينة او بالمدينة ما عاشت عاشت فترة قليلة روح لخوال ابوي ناس عندهم جمال وكذا فترة قليلة عاشتها ايه خرا راح نانو يا czym اني عاد جسم الحاصل عندهم كافت Est HUD شاذا really بس هذا ال يعني التجاوز ما احبه بس والعادة عايش كلام شنو تعليقك اللي قل لك انت مخوش شعر؟ جدا طبيعا وما قل للمخوش إنسان يعني جدا طبيعا مخوش شعر مخوش شعر شنو مشكلة هكو غير يعني شعرها حلوة شنو اللي ميزك عن غير؟ هما أفضل من عندي هاذا اللي ميزدي؟ ايه لطيف قدم المعصوية لطيف ايه اياهما أفضل للشخص أفضل للشخص كن دقيق ويا بالفهم والإجابة خلنا انتبهنا جيدا ايهما أفضل للشخص ان يكون متواضع او ان يكون مغرور؟ نعم متواضع مو الناس للشخص نفسه؟ لا لا التواضع شوف سبحان الله رب العالمين خلق هذا الكون كله وخلى بيت صغير قال هذا بيتي يعني التواضع هو هذا الانسان غرور على شنو انت شنو اللي عنده؟ ليش نغرع الناس؟ شنو حقيت الشاعر بالغرور؟ شوف هما يعني دائما يخلون انه شاعر هو اكثر وعن الناس انه هو فاهم القضية وانه كذا فلازم ينبذ الاخرين ما انا شوف ما هذا بالعكس اذا انا انسان جميل ممكن اجمل الاخرين الولاي ممكن اصحابهم المستوى ليش ابتعدهم ليش انفرد الانسان ممكن مر بتجارب ممكن ما قرأ ممكن ما تطلع وحتى احنا نشعر امرات نقاط حتى بحواراتنا بلقاءاتنا سيرادنا خفاقات هسانا بهذا اللقاء ممكن اكون سواء راح تقول بهذا اللقاء غير جيد او كان كذا او كان كذا طبيعا كلنا نقاط ليش ما نتقبل الاخر وعلى شنو الغرور شنو اللي يمسوي انت شاعر حديث او شاعر كلاسيك يعني بين الاثنين مرة تستخدم اشياء واكتب قصايتها كلاسيكية ومرة تحاول ترجح باتجاه من ترجح باتجاه من تميل بين الاثنين وسطي وسطي وما تهمني يعني ما تهمني الاشكال عادة ما تهمني الاشكال اهم شي انه القصيدة اللي اكتبها هل هي قصيدة؟ هذا اللي يهمني حاليا هو شنو تعريف الحداثة؟ والله علي هو هذا موضوع شبير يعني يراد له حلقة وانا قرأت عنه يعني هيتش اشياء كتبا فرق بين انه تتعيشها وفرق بين انه تقرأ عنها المشكلة بالفكر لو بالقالب؟ لا القالب ما هي علاقة بس المشكلة بالفكر يعني بالفكر ها؟ بالفكر ناخد قصيدة؟ ناخد قصيدة يقول انا ودي هواية اسألك بالمناسبة يا حبيبي يا حبيبي والأمانة يعني وانا امنيتي اجاوبك واجابات انه تغني الحلقة لا مو بينو بينك انا واحد في البداية اكو شاعر يقرأ بالمناسبة على يعني والله العظيم احنا نتحصر على القراءة لان حياتنا عملية هنا يعني وهذا مزعجة يعني بالقطار اقرأ يعني هاي العشر دقائق اللي اروح بها اقرأ فانا اقول للشباب اقولهم استاخراء هذا الوقت يعني اقرأ القراءة تسويك يعني انت من مكانك تروح تنطرق لها مكانات اخرى الى بلدان سينلك رأي يا اخي سينلك رأي لا اردح بس يعني ما اتمنى القراءة انا سبع سنوات ما اقدر اشتر كتاب سبع سنوات ما اقدر اشتر كتاب ناخد قصيدة ناخد قصيدة الليلة مو مثل الليالي قلق ما صاف على راي الليلة بس انت على بارش والثلج ينزل على الشباب وعيون غريبة وتجي ليلة من الليالي بكل حزنها تجيب رحكات حبيبة تجيب وجه همي وضياعي والمهم والمالة داية الليلة الليلة مو مثل الليالي اش طولة ليلة الغربة ويما يعذبه بروح العليلة وآه يا ذلة هواكم شاكي منه ومشتكينا الله يا هواكم يا هواكم شاكي منه ومشتكينا يا هواكم تارس عيوني وغرفتي وعابر الوحشة وقلقها وعابر الدمعة وضحكته طيف طيف ويدور بخيات الليلة مو هو مثل الليالي الليلة كانت شاطه وعياده وقمره وكانته يروح ختيلان تلعب بالمو وكانت بحبكم مشاعر دافي وكانت أطفال وفراش وعافي نهر من جرفينا خالي وأكو طير وأكو نجمة تفرح عيون الشوارع والمحلة وأكو طير بعشها مثل يموت لو مرطارد يجيب وأنا وأنت أثنين مني بوجه الشموع المموسك فغالي غالي ومضيّع لغالي الليلة الليلة مو مثل الله الليلة مو مثل الله هاي من المناسبة ينزل الثلج وجاي أعزف مقام العجم والله ينزل هذا ووجدت هذا القصيدة ويلا احنا الليلة مو مثل الله خلط ما صعب يلا رايي الليلة بس انت على ذلك أكو اللغة شعرية ولغة غير شعرية لو أي لغة تصلح للشعر؟ والله أنا شوف الشعر قبل كل هاي المصطلحات هذا بعدين جت هذه اللغة الشعرية أنا قلت لك مرات أنا علي سمعني بيتا دارمي مراتا أبو أبو ذيه شنو اللغة لدي بس هو يغنيني أكو ناس تعتمد على اللغة أكو ناس تعتمد على المباشرة ونسمع على اثنين بس البقاء للأفضل الأقوى؟ للأفضل المخرج يقول لي انتهي الوقت لكن أنا أرحمون عندي علاقة بي وكذا يلا نرحمون عليه ناخد قصير يلا ناخد قصير يلا نبدأ أبدأ؟ أبدأ؟ يلا صوت وحلم غرب الوطن مربن وعطير وليل وقمر برد الحزن غنت صاوير جسنا الليالي بغربتك قمر وعرس وودينا طولك للسهر صوغة منمس الله نذكرك وقت المواوية ونشتاق لك له جاس منذيه آه آق العمر غفلني وعير شف النهر شال النهر وانطل بساتين حنة وشنة قبل الدمع ضحك الروازين ما ندر عمرك ينطف بثوب السفر شفناك شهقت عافي وروج لو تدربينه شقد بتيناك يمكن ترد وتجيبنا وياك لو تدربينه شقد بتيناك يمكن ترد وتجيبنا وياك يمكن ترد يمكن ترد بس الورد عاف السنابين طيف طيف الصبح راجة حزن تتعدل الليل وقلب الشعب فزت خطصر دم المشافيل بعيوننا تغفى الرسائل على المطاق وبعيوننا يغفى التعب فوق الصور بلك التمر خمرة بحضن كاس ونسول فك للعيد والناس بلك التمر ما ظل صبر ومخلص الحيل طول الصدب جفن الندع يدور والغياب بكة حزن الفجر بكة العمر والمامش أحباب هنيان من ثانيك غبشة من الورد وهنيان لك على عيوننا الممت بكة شي صير لو ضحكت في العليح قبض الهلال أشباب نطير نجمة العصر فرحة عطور حسب واحد خCorps إنيانو الواحس أعتاب طول الخلق الشتاء الخلق الشتاء خلق الشتاء رموش الجفا وتراب نهران لاح الغنة وطاح الغنة للقاع أدردان ممن ليلى صابيع büyشى جنال الكتاب ومن سفرة القداح صوتين ينز覇 كون المشى و ينروح نلقاه ونزيح اخاف انتوح게 آل الخدر الله. كون المشى ونمشى ويرروح نلقاه ونزيحة خافة انت واجع الأرض نبتشكتر وانتشكتر بعيوننا نسا نبتشكتر وانتشكتر بعيوننا نسا الله عليك يا عزيز وصلنا للختام يا الله شكراً لك تعبناك والكلمة الأخيرة أنت أقولها للسيد المشاهد شكراً لك علي وشكراً للكادر الجميل اللي اليوم تحملنا وتحية حوب للشعب العراقي وكل شعوب العالم وبالذات الشعب الفلسطيني اللي جاي يمر بهذه الأزمة اللي هي غير إنسانية وإن شاء الله نكون موازرين وإن شاء الله أعدكم أنه هذه مو آخر طلالة عليكم وانتظرونا بالجاية وأحفكم وانتم أيوني وهاي بوسر كل العالم مشاهدين الأكارم وصلنا وياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم وانتظرونا بالسبوع الجاي وشاعر جديد ولون جديد ووردة جديدة لحضراتكم كان معكم بالإعداد والتقديم أخوكم علي المنصوري في أمان الله